السلام عليكم مرحبا بكم في قناتكم مع اشيوات متنوعة مع بشرة اليوم اشبت لكم هذا العاصر مع امور اخطر على بالي انني ستعمل في كيك وجاف المول عجيب غائع بالكريمة دياله وغاد ينجربوا ان شاء الله وغاد يعجبكم اول مرة كتشاهدي القناة اشتركي وفعلي الجرس باش يوصلك كل جديد وما تتصوريش باللايك وتشجعوني وشكرا لكم بزاف بزاف على الكريمة زوينة ديالكم بالنسبة لهذا الكيك كي يجي بحل اسفنجة يجي كامل توقم خرق وزوين مازل غتجربوا وهذه يحجبكم بسم الله على بركة الله عن بدوء في المقادير مقادير سهلة وبسيطة عندي تلاتة البيضات وعندي كاس ياغورت طبيعي بدون السكر انا متوفرش عدي ديالخوك لعندكم ديالخوك ديالشهدية اه ديالفواكي ديالالاناص ادوهما الياغورت اللي ممكن لكم تستعملوا فيه بالنسبة لعندي هنا يا كاس ديالزيت قل من نص كاس ديالسكر ساني دا وكيس من سكر فانيلا مع قبض ديت الملح وثلاث اكيز ديالخاميرات الحلويات يمكن لكم استعملوا غير جوج وهذا هو العاصر اللي اتكلمت لكم عليه را كي يجي واعر خاطير في المدق ديالو في الكيك هذا العاصر ان شاء الله نخليه لكم في صندوق الوصف اول حاجة غادي نستعملوا كيف ما قلت لكم ثلاث البيضات ودائما كي بقى لحسب الخالط الدقيقة اه كي يكون مختلف حسب الكاليتي درت هنا يا البيض درت استعملت قل من نص كاس ديالسكر ساني دا ودرت كيس من سكر فانيلا وقبض ديت الملح بنسبة السكر ساني دا لكي نحوب يبدي ديال هاغلاد يمكن لكم ديرو في الطراب الكهربائي باش اه دوب ساني دا بقيت كنخلط حتى دابت داب سكر ساني دا وغنضيف اه كاس ديال الزيز دا ايمن العبار بكاس ديال العنبة دا ايمن انا كنعبار غير بكاس ديال العنبة كنكوب الزيج وفنوس الوقت كنخلط دا با استعملت ياغورت واستعملت كاس ديال العاصر شوفو كيفاش كيكون ما خاترش بزاف وما خفيفش بزاف استعملت كاس ديال العنبة حتى ودرت وعامر خلط انخلط هاد الخالط مزيان ومن بعد غادي ينضيف الدقيق اه دقيق كيبقى لحسب الخالط كل مرة كنضيف الدقيق ميمكش ديال عبر ليكون بالكاس لان نوعية ديال الخالط كتكون مختلفة كل مرة نضيف دقيق حتى تنساجم العناصر جيدا ويولي الكيك ما تقيل ما خفيف انتو ما تشوفو معايا في الفيديو ومن بعد غادي نستعمل ثلاثة معلقة صغيرة ديال الخال الخال كي يخالها تكون شوية خفيفة من الداخل ما كتجيش ما كتجيش ما تقزه الخالح حتى اواك هي ساعد في في الكيك ونستعمل خميرات للحالويات بدر ثلاثة ديال الأكيس من الخاميرات الحلوية لأن المول عجيب عندي شوية كبيرة. صافينا بقى كل مرة كنضيف في الدقيق. إذا كنت تعرفوا الخالط ديال الكيك. أي كيك. مني كتهزوا الخالط كتديروا مثلا رقم ثمانية ولا كتدوروا على فوق من ذك. كتجي ذك الرقم ثمانية بينه. عرفوا بأن الخالط ما ما خاصوش دقيق هو هدك قوام دياله. وبالنسبة نصيحها مهما لما كيستقش ليهم الكيك. وبغوا الكيك والي يصدق ليهم بالأحسن يديروا تطرب الكهربائي. يطربهم بيض. السكر ساندة تطرب الكهربائي حتى يتبدل اللون دياله. وكوني متأكدة 100% غادي نجح لك الكيك. بالنسبة لحنا الزبدة. دهنته في المول عاجيب وخليت على الجنب لأن الجو سخون. لست عملت الزبدة ودقيق وخليت المول في في المطبخ. غادي يدوب ديك الزبدة وغتخسر الدقيق. لدرتو الزبدة ودقيق دخلوا المول في تلاجة او استعملوا كيفما استعملت آنايا. ادهنت المول بالزبدة وخليتوا على الجنب. حتى من يبغيت ندير الخالط بعد درس الدقيق. صافي غادي نستعمل دبا الخالط في المول غا نهزي دي الفوق بش يدخل دك الهواء بش تجي من فوخها وتجي هي ديك في آآ الكبر ديالا. آآ داب الفران اراها آآ دافي. الحرارة متوسطة. ما غا ندخلش الفران سخون. آآ كيبغي هو كيبغي الفران ما يكونش سخون بزاف وما يكونش بارد. تكون الحرارة متوسطة شوية. صافي وليحسب الفران ليمتوفر عندكم. كاللحسب عدو ديال الضوكي لعدو ديال الغاز. ما تكونش نار تكونش نار قليلة بززا. ايام من بعد ما طابت غادي نخلي على الجنب. يبقى صفو وندابة. وغادي نخلي على الجنب حتى نوجد كريمة عادة مكلية من قلبة. بالنسبة للعاصر. عندي هنا نصف ليترو ديال العاصر. وعندي جوج معالق كبار ديال سكر ساندة. العبار اللي اعطيتكم ديال الساندة غادي يجيكم هو هاداك. ما غا تجيكمش من السوسة وما غا تجيكمش حلوة بززاف. وغا ديال تعطيكم نكهة ديال الخوخ وديال الشهدية. مهمة تعطيكم النكهة ديال العاصر. واستعملت جوج معالق ونصف ديال كريمة باتي سيير. لما كاش متوفر عادكم كريمة باتي سيير استعملوا انشها. يكون فحل فحل. كتجي هادا الكيك محلوة ما ممسوسة ولكن كتعطي واحد الحموضة ديال الخوخ وديال الشهدية. كتجيزوينة في المرضاق ديالها. صافي ديال ببقى تكون مرة كنخلط كيف مشتوا معي بحل كخاصة تكون الكريمة. ما تكونش خفيفة. ما تكونش عاقدة بزاف. صافي في نفس الوقت غا ديال نكفيها ديك هاداك الكيك. وغا ديال استعمل واحد توقب من الوسط رغم انها هي كاملة غا ديال طيبة تكون كاملة توقب حل اسفنج. صافي غا ديال نستعمل هاد الكريمة. من وسط من الكيك. ومن بعد نتلاقو. ونشوفو شكل نهائي وبالنسبة للزوق كي يبقى اختياري. تمنى الفيديو اللي حطيت لكم اليوم اينا الاعجاب ديالكم. وما تنسونيش باللايك. وتبرتجوا الفيديو مع الاهل والاصدقاء. هذا هو الشكل نهائي ديال الكيك. تمنى الفيديو اللي حاطت لكم اليوم اعجبكم بزاف. خليك لي لي يا بزالي ونتر معك بلالي. ما تخلي الوقت سالي يا حبيب الروب. خليك لي لي يا بزالي ونتر معك بلالي. ما تخلي الوقت